ليس حاضر اليمن وحده من تسعى الميليشيات الانقلابية شمالا وجنوبا لتفخيخه وتدميره فمستقبله أيضا موضوع على المحك وجيله الذي تنعقد عليه أمال الخلاص على قائمة الاستهداف فبعد أن قامت الميليشيات في صنعاء وعدا بانقلابها المشؤوم على السلطة الشرعية وتقويض أمن البلاد وتدمير مكتسباتها الوطنية تتجه أنظارها إلى العبث بأدمغة النشئ اليمني وتحريف المناهج التعليمية بما يخدم جندتها الدخيلة القادمة من خارج الجغرافية اليمنية وكما عمدت ميليشيا الانقلاب في صنعاء إلى تسميم المناهج الدراسية بالشعارات والأفكار الهدامة ووقائع التاريخ المزورة تسعى ميليشيا الانتقالي إلى تشويه الهوية اليمنية وسلخ جنوب البلاد عن شمالها عبر تعزيز مشروع الانفصال الذي يدعمه التحالف السعودي الإماراتي الشرعية اعتبرت خطوات ميليشيا الانتقالي تجاوزا وتعديا على حقوق التأليف للمناهج التي هي ملك لوزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دوليا كما أشارت الحكومة إلى التشابه بين خطوات الانتقالي والحثيين لتغيير المناهج معتبرة أن غرض الميليشيات المسلحة من ذلك غزو أدمغة الطلاب وتحويلها إلى أدوات عنف لتحقيق أجندتها ودون مراعاة القوانين والمواثيق الدولية مساعي الميليشيا الانقلابية تدق الإسفين الأخير في نعش منظومة التعليم المتهالكة أصلا منذ عقود الأمر الذي أدى إلى إخراج اليمن من التقييم العالمي لجودة التعليم الصادر عن مؤشر دافسه بالإضافة إلى خمس دول أخرى عربية فمن الذي ينتظر اليمن أكثر من حاضر أفسدته الميليشية بالصراعات السياسية والمناطقية إلى مستقبل تعتزم تفقيقه بمزيد من الفوضى عبر استهداف منظومته التعليمية المعنية بتربية الأجيال وتعمير الأرض والإنسان ترجمة نانسي قنقر